الاحتفالات تعم مدن العالم بمناسبة حلول 2015 في نيويورك بالولايات المتحدة احتجد ما يزيد عن مليون شخص في ساحة تايم سكور لحضور العرض التقليدي لإنزال كرة الكريستال المتعددة الألوان وإلى جانب عمدة نيويورك شارك عدد من النجوم والمشاهير كسيرس وبلوندي ومغنية الباب تايلور سويفت في الاحتفالات واستقبلت العاصمة البريطانية لندن العمل جديد بإطلاق الألعاب النارية على ذفاف نهر التائم سوى بالرغم من انخفاض درجة الحرارة إلا أن حوالي 400 ألف شخص حرصوا على التجمع في المنطقة المحيطة بقصر ويستمينستر لمتابعة توهج الألعاب النارية التي استمرت لمدة 12 دقيقة أمام العجلة الدوارة وفي باريس نظمت عروض بصرية مثيرة في جادة الشونزيليزي عروض تعكس طريقة عيش الباريسيين وتتطرق إلى مواضع بيئية أمستردام احتفلت بمناسبة أيضا حيث رقص الجميع على أنغام المسيطة ودحت أضواء العلعاب النارية أما في توكيو فكان جزء من الاحتفالات عبارة عن عودة إلى العادات والتقاليد وأطلق حوالي 2000 شخص بالونات حملت تمنياتهم للعام الجديد أما سيدني كبرى المدن الأسترالية فكانت من بين أولى مدن العالم التي استقبلت العمل جديد حيث شهدت إطلاق دفعات من الألعاب النارية فوق الخليج وبحضور أكثر من مليون ونصف المليون شخص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر